اشتركوا في القناة حتى يصل إلى أن يقتل أمه وأباه يقتل أمه وأباه وحصل منهم ما حصل من قتل المسلمين في المساجد ولذا ضررهم عظيم وشرهم مستطير يجب أن يكفوا ويجب أن تأخذ الحيط والحذر منهم وأن يحصن أبناء المسلمين وناشئتهم بأدلة الكتاب والسنة ضد هذه الشبهات ويعلموا العلم الشرعي المؤسس المؤصل المأخوذ عن أهله أهل الرسوخ الكبار لا بد من هذا وإلا البوادر ما تدل على خير تجد شاب مستقيم مطيع لوالده مخبت إذا رأيته في صلاة قلت هذا من السلام ثم بين عشية وضحاة تجتاله الشياطين وينقلب إلى أسد هصور وطائش العقل يقتل أباه وأمه فضلا عن غيرهم فخطر الخوارج مثل ما جاء في الحديث إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد فهم مستحقون القتل وقتلهم واجب